تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضية حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 379 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 293 طن مواد غزائية وغير غزائية أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 9 أطنان وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من 261 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تمضبط أكثر من 13 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 10 أطنان أسمنت أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 345 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا مضبوطات بلغت أكثر من 253 طن